بعد اللقاءات المكثفة التي عقدها في ولاية يقيد ماغا وقرقل مع السلطات الجاوية والرؤساء المصالح هناك ها هو وزير الداخلية واللا مركزية سيد محمد سالم المرزوق يصل مدينة ألاق ضمن زيارته لولاية البراكنة وفور وصوله شرع الوزير في اجتماع أمني رفيع المستوى بالسلطات الإدارية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية اللقاء الذي دامسها أساعتين ناقش أبرز القضايا الأمنية والإدارية المطروحة وبحث مختلف المشاكل المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين وأكد الوزير خلاله ضرورة العمل على تسوية المشاكل تكريسا لمبدأ العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين تماشيا مع ما يختم المصلحة العامة كما أكد للسلطات الإدارية كذلك أهمية اعتبار المواطنين والاهتمام بمشاغلهم وأن تلعب الإدارة الإقليمية دورها الأمنية والتنموي على مستوى كافة الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية وأثناء اجتماعه مع كافة رؤساء المصالح الجاهوية والمتخبين المحليين وهيئات المجتمع المدني في ولاية البراكنا أكد وزير الداخلية واللا مركزية بحضور والي ولاية البراكنا سيد مربه ربه البنان والعابدين ضرورة السهر على متابعة مصالح الناس في مختلف المرافق الخدمية وأهمية التنسيق مع السلطات الإدارية والتحلي بالسلوك الوظيفي مشيرا إلى أنه ذمت آليات جديدة ومتعددة سيتم بموجبها تفعيل مبدئ الرقابة والمتابعة ومحاسبة المسؤولين على أساس اهتمامهم بظروف المعيشة للسكان من خلال متابعة الوضعية العامة للمواطنين خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وخلال هذا الاجتماع ذمن رئيس جهة البراكنا سيد المصطفى والمحمد محمود هذا اللقاء الذي أكد أنه يجسد مشروع رئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق الرفاه المشترك للمواطنين وتطوير البلد سياسيا واجتماعيا مبرزا أهمية الولاية من حيث حيويتها جغرافيا وتنمويا واقتصاديا من جانبه أعرب عمدة بلدية ألاق سيد محمد الأحمد شالة عن أهمية هذه الزيارة معلنا عن استعداد البلدية للمشاركة الفعالة في المجهود الوطني الهدف إلى النهوض بالتنمية المحلية وفي كل هذه الاجتماعات أوضح وزير الداخلية واللمركزية السيد محمد سالم المرزوق أن الإدارة الإقليمية في عموم التراب الوطني ستتابع بشكل دقيق عمل كل المصالح الجهوية وستقوم مستقبلا بالإبلاغ عن كافة المشاكل المرتبطة بحياة المواطنين إلى القطاعات الحكومية المعنية لتكون بذلك حلقة وصل بين المواطن والدولة سعيا إلى تقريب الخدمة العمومية من المواطن عبد الردود والسدنة الموريتانية مدينة ألاك